وكان معالي وزير الداخلية قد قام بزيارتنا إلى مقر وزارة الداخلية الفرنسية وطلع على الاستعدادات الأمنية لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أولمبيات باريس المقرر إجراؤها في الفترة من الـ 26 من يوليو إلى الـ 11 من أغسطس لهذا العام نعم تفقد معالي مركز الأزمة المشترك بين الوزرات والتحديات التي وجوها الأمن المدني واستمع إلى إيجاز في هذا الشأن قدمته السيدة سوفي هات مدير التعاون الأمنية الدولي بوزارة الداخلية الفرنسية كما اطلع معالي على عرض يتناول النظام الأمني للألعاب الأولمبية قدمه سيد موزمان من إدارة التنسيق الوطني لأمن الألعاب الأولمبية 2024 خلال زيارته إلى غرفة العملية تطلع معالي الوزير على مركز القيادة والسيطرة والنظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق الاستجابة السريعة للبلغات ونداءات الاستغاثة إلى جانب نظام التنبؤ الأمنية الذكي للجرائم التي قد تقع مستقبلا كما استمع معالي إلى شرح عن أهم المبادرات والابتكارات في العمل الجنائي اشتركوا في القناة